دكتورة صباح النورة لك صباح النورة لك أيضا دكتورة سهمك في مواقود اليومين إن شاء الله سنتكلمون معك على الكلف ما هو الكلف؟ الكلف هو البقاع البنية أو الصمراء التي تكون غير متجانسة غير موحدة وبقاع صمراء التي تكون سخطة في البلايس التي تكونون متعرضين لشمش بكثرة منطقة ديال الجبهة، منطقة ديال الخدين، منطقة ديال الأنف بعض المرات تكون هنا في منطقة العليا ديال شفها العليا هذا الكلف كيكون كثير عند النساء مقارنة مع الرجال كيكون هنا حالات ديال الكلف عند الرجال ولكن كيبقوا قلالين يعني نساء أكثر عرضة له مقارنة مع الرجال لعوامل سخطه هرمونية هو ناتج عن إفراز مادة ديال الميلانين اللي كتنتج من الخلايا السبغية وهذا الميلانين هي اللي كتحددنا لون ديال البشرة، لون البشرة، لون العينين ولون حتى ديال الشعر إذا كان الميلانين كي منتج يعني بوفراً إنتاج دياله كثير راه الشخص كيكون ديال بشرة داكنة إلا كان إنتاج دياله بطريقة معتدلة متوسطة شخص كيكون ديال بشرة ثمرة إلا كان إنتاج دياله بطريقة شوية قليلة إلا قدرنا نبسطه هكا قليلة كيقدر يكون ديال بشرة بيضة وزعار والعينين الزرق هاد الميلانين كيتفرز لأسباب متعددة أولها العامل الهرموني مثلاً عند النساء وأكتر مرحلة كنشوفوا فيها الكلف هي مرحلة ديال الحبالة وكنسمي ودك سعان ماسك ديال يعني دك الماسك أو الالتاش اللي كيجيونا سخطو في مرحلة ديال الحبالة لأن في هذه المرحلة كيكون إفراز هرمونات سخطو هرمون ديال الأستروجين تيكون محفز ديال إنتاج هاد المواد هاد المادة ديال الميلانين بمفراء داكن كيكون غير في الوجه ما كيكونش في العنك ما كيكونش في اليدين؟ ممكن يكون في جميع المناطق اللي تتعرض لأشي عديل الشمسي يقدر يكون بزاف ديال مناطق ديال الجسم ولكن نساء إكسبسيوني الغاغ فاش كنشوفو نادرا ما كنشوفوه مثلا في شي منطقة ديال العنك ولا في شي منطقة أخرى دونك سخطو المنطقة اللي كتتعرض لي أكتر هو الوجه داكن السيدات بسبب ديال الحامل بالسبب ديال الهرمون اللي كيكون طالع عنه داكن من غير السيدات اللي كيكون حمامي شنو كيكون السبب اللي كيجيهم الكلف؟ بالنسبة لأسباب دياله أول حاجة أسباب هرمونية بامتياز تدير هنا الأسباب الهرمونية غدي نتكلم على الحامل بالنسبة للنساء كيكون هرمون ديالوستروجيل اللي كي اكتيفين كي ينشط هدوك الخلايا السبغية كيدرنا انتاج ديال الميلانين بطريقة متكثرة واللي كيعتين اللي كيف ما قلنا بوقع غير متجانسة على مستوى صوتو الوجه العامل الهرموني الثاني هما الموانع الحمل هدوك موانع الحمل فهما عبارة عن هرمونات بالنسبة للنساء حتى هما كيدرنا انتاج ديال الميلانين بوفرة بالنسبة للحبالة فتتبقى نسبة ديال حتى ال 15% ديال النساء معرضة لهذا المشكل الموانع الحمل حتى ال 25% ديال النساء ممكن يعاني مشكلة ديال الكلف اللي كيكون ناتيج على موانع الحمل موانع الحمل فساعة ديال اللي كيكونوا ياخدو البلد يالوم موانع الحمل لا موانع الحمل ستجير من الكلف اللي حبالة في الفترة ديال الحمل كيكونوا معرضين اكتر من نساء اخرين والنسبة للكلف ديال الحبالة فهو كيبان فترة ديال الحمل وكي كي تزاد وكي تكاثر فترة الحمل يقدر بعض المرات من أبخي الكوشمو من مور الولادة يتناقص ولا حتى يقدر بعض الأحيان قليلة يتحيد في مرة وحدة عامل هرموني العامل الثاني مشكلة ستخيس ستخيس هو كدرنا يعني الاختيفاسون ديال ذاك الخلايا وكدرنا إفراز ديال ميلالين بطريقة غير متجنسة كدرنا هذا الوقاع سبب ثالث كأن هناك بعض أنواع الأدوية هنا على ذكر الأدوية أن بعض أنواع ديال لزانتيبيوتك ومضادات الحيوية بعض أنواع المضادات التعاب اللي كناخدوها كتسما لفامي ديال الزانتي انفلاماتور النانستيرويدية كين بعض أنواع الأدوية اللي كتستعملو في داء سارة لزانتي ابليبسيك وبعض المرات واحد أنواع الأدوية اللي كتستعملو في علاج سرطانات كتسما لتغابي سيبلي هذا من بين الأدوية التي تجعل الشخص أو الفاسيون معرض أكثر يدفلوبي هذا البقاء ديال الكلف على مستوى الوجه لدينا أيضا مشكل إذا كان لدينا مشكل في الغودة الدرقية فهبوط الهرمونات ديال الغودة الدرقية ونصولها مشاكل ديال هاد الهرمونات تيقدر يهتينا مشكل ديال الكلف كانوا مختلف العمامل ما ننساوش العامل الأساسي هو العامل ديال تعرض ديال أشيعة الشمس لأن الكلف كيف ما قلنا كيبان سيخته في المناطق لسيكون أكثر عور در الشمس هما البومات يعني الخدين والجبهة والأنف دونك العامل ديال الشمس هو شي حاجة أساسية في ما بالأسباب ديال الكلف واللي كنلاحظو أن هاد الكلف كي تزاد بزا فوقيته ديال الصيف ووقيته ديال الإكسبوزيشان في البحار فوقيته ديال الصفر باركزامل وكيقدر يبدأ يبهات شوية فوقيته ديال البرد ووقيته ديال تيكون لجوة معتادل دونك أشيعة الشمس كتكتكت تتحفز هادوك الخلايا ديال الميلانين وكيدروا إنتاج ديال الميلانين وكت تعطينا بوقع غير متجانسة على مستوى البشرة دونك هادو مختلف الأسباب ديال الكلف داكو حتى عند الرجال كنقدرون نسميه الكلف أولا كنسميه شيء آخر ويسلامي بشوز ونفس نفس الحاجة ترجل تهما كنشفو حالات ديال الكلف بيانسور في نفس المناطق اللي قلنا بنقاردة بالنسبة للمرأة كيبقى العامل الهورموني عنده الدور ديال ومهيم دك الشيء عليش كنشوفو الكلف عادة يعني بطريقة شائعة عند المرأة النساء ما حتى هو نفس المرأة نفس الميكانيزم نفس الأسباب نفس يعني الأسباب لكتخلينا الظهور ديال الكلف حتى عند الرجل وكيبقى حتى نفس العلاج أيغالما داكو السيدات أغلبية كيكونوا شوية مفسين أجي كيكونوا مكيكونوا صغر بشيجيهم الكلف غاليبا أولا ممكن شوفوا حالة هو ممرتبتش عامة بالعمر ولكن كيبقى العامل ديال الكومي للتعرض ديال أشيعة الشمس يعني باركزامل إلا كانت سيدة في العمر ديالها تنين وربين عام مقارنة مع شابة ديال خمسة وربع خمستاشر عام فشابة ديال خمستاشر سنة ما عندهاش داكو كيمين ما عندهاش تعرض الأشيعة الشمس يعني لا دوز حيط اللي خسين عارفوا أنا بالنسبة لكوغ ديالنا أو جلد ديالنا عندنا بحل واحد لا دوز تكون لنا ديال اللي نقدروا نستحملوها ديال الأشيعة الشمس من غيرها كيبدوا يبانون لنا واحد المشاكل لقدر الله سارتانات مشاكل ديال الشيخوخة والتجاعد اللي كنا فيتين تكلمين عليهم ومش مشاكل ديال البقاء بحل الكلف دونك كل شيء معرض لي ولكن سخطو النساء اللي تكون يعني مثلا سيدة في خمسة ربين عام غتكون كتاخد مواني الحامل غتكون مثلا ديال حملات غتكون الإكسبوزيسيون بتعرض لأشيعة الشمس أكتر من شابة بيانسور هي معرضة أكتر من شابة شوية يعني باش يتبين باش يبانون بفعاد مشاكل ديال الكلف داكو كينا في بعض الأحيان كيكون لون بشرة غير موحد هذا ما عنده علاقة بالكلف او لهو هو كلف ديتو لا مشي ضروري لا مشي ضروري يعني باش نتكلمو سريريا أو تشخيص ديال الكلف هو شي حاجة اللي كي ديرها طبيب ديال الجلدية بطريقة يعني بسهولة يعني كي جايدنا المريض كنا من الحوار من نوع البقعة لأن بقعة على بقعة كتختالف العين كنا نعرفوها اللي أنه ما كانش بقعة ديالوجه مشي غير الكلف كان بعض المرات كيكونوا التهابات على مصور جد بنسبة النساء اللي كيستعملوا كريمات كتكونش سالحة كتدير من إيغيتاسون كتدير حميرار فاتك الحميرار ممكن تبعو بقعة اللي كتبقى بحال سيكاترس كتسمى يوني بخ بيغمونتاشون بوست انفلامات واسي تعدير واحد البقعة اللي جات من وراء التهاب هذا مشي هو الكلف دونك مليكن سولو يعني المريضة كان عرفو كتقولك رفيت درجة كريمو اللي عطتني حميرار ومبعد هدي بقاتلية شوية مع هذا دونك نعرفو تشخيص هدي هذا مشي كلف على الغال الكلف كيبان بوحدو يا إما غادي تقولك باركزانب راه بان فيها فوقتها ديال الحبالة دونك هنا تشخيص كيكون مزيان سهل أو لا بان فيها شوية بشوية هاد البقاع سيخته هنا يا فالأمانكي اللي تكونو اكسبوزي دونك حتى هو كنديروه بسهولة بعض الأحيان إلا شكينا لأنه كين بعض الأمراض الجلدية التهابية بحل على سبيل الميتان ليكن بيجمونتوجين هدا واحد المرض التهابي جلدي تعتين بقاع تماما بحل الكلف بقاع كتما بحل مزركش على مستوى الوجه يعني بقاع مشي موحدة مشي التاش موحدة كيكونو بقاع سوى صمر داكنين سوى بحل فيولي بحل زرقين داكنين دونك تواكيش به شوية لعقو لغ ديال الكلف وبين سوك تاواتيكم في الأماكن المعردة ديال الشمش دونك هنا في هاد الحالة كنقدرون نتاجئول واحد الضوء كيتسمال على اليومية غدوود واحد الضوء اللي كيقدرون نشوفو به الكلف مقارنة مع التهابات أخرى وفي حالات نادرة قطرون نطلبو تحليلة بيوبسي خوزع ديال الجلدان تريف ديال الجلدان باش كنشوفو تحليل بالطبط باش تأكدوه باش تخيص بالطبط هوش كلف لأن الكلف كيكونو مستوى ديال سوسيع الميلانين أولا بأكزامل اللي كان اللي هو كيكونو لنا التهابات أخرى وخلايا التهابية أخرى مضافة لهذا لكن هذه حالات نادرة ما كنبغيوش نوصلو لها لأن صوتو التوابة أولى البقعة تكونوا على مستوى الجلد وإحنا ما كنبغيوش نخليو سيكا تخيص وخايا تكون صغير ورا دونك ما كنفضلو أنا ما نخليوش سيكا تخيص دونك يعني التشخيص كيقدر يكون سريري فاسيلا داكو العلاج إحنا كنحرفو أو أغلب يتسيدتك يقولو الكلف ما عندوش علاج دائما كيبقى فيه ما كيمشيش حتى أولا مشا كيعاود يرجعوش فعلا هاد الكلف هو شي حاجة لي مزمينة دونك نساخ سيكونوا واعيين بعد المسألة هي شي حاجة لي مزمينة مزمينة دونك كنداويو يعني كي نتيجة بعض المرات كتكون نتيجة ثماني في مئة ثماني في مئة ثماني في مئة خمسي في مئة نتيجة متفاوتة على حسب على حسب الكلف أي طبقة متواجه أنا نقدرون شي ماتيزي ولا نبسطوه يعني بطريقة مبسطة الكلف مثلا كيكون على مستوىين سواء على مستوى ديالليبي درم اللي هي الطبقة السطحية ديالجلدة بمسور إلا كان عندي الكلف غير في البي درم غير في الطبقة السطحية ديالجلدة غادي يكون عندي أسهل شوية أنني نداويه مقارنة مع الكلف التي يكون في الطبقة شوية العميقة دونك كان لبي درم لدرم دونك إلا كان في الطبقة السطحية كيكون أسهل لأنه كي تجاوب فاسيما مع الكريمات كيكونوا كي تأبصر بعض يعني المزور اللي كان ديرو في الإستيتيك وستادير ميكو ندلينو بزاف ديال المزور كيقدر نوصلو لها نوصلو دك الطبقة دياليبي درم على الغلدام هي طبقة بروفوند عميقة ديالجلدة ماش يدروري كنوصلو لها بيانسور كيين أدوية ولكن على حساب النوع ديال الكلف دونك نشوفو واش سطحي أو عميق أو بعض مرات يقدر يكون عندنا ميكست كتما ميلاز ما ميكست وكلف مختلطي في طبقة ديال سطحية دياليبي درم طبقة الأخرى ديالو درم يكون بيناتهم بعض مرات كيكون في طبقة واحدة بعض مرات جوش بعض مرات كيكون فيهم بجوش ألا هو مرات مزمن دونك العلاج جيرو كاين بزاف ديال الكريمات اللي كعتاب نتائج مزيانين مرضيين بالنسبة للباسيانت اللي خصهم يكونوا عندهم شوية صبر وكي يتبعوا مع الطبيب بالنسائح ديال بيانسور الخاصة وما يكونوش مزروبين على النتيجة وما يمشوش يقلبو على ديال كريم اللي هما اللي كنشوفو بزاف ديال فوسائل التواصل الاجتماعي اللي سيكون عندهم الغارات ماركتينغ غارات تجاري وذك شي يعني ما شي كل شي ولكن في معظم الأحيان تيكون بزاف ديال مغالطات في هدك باش في الإشهارات اللي كتبع دك الكريم ما كيناش كريم اللي غا تحيد الكلف سيمانا ولا جوش حدي ما كيناش مكيناش حتى في شهر دونك هدك سيمانا كتحيد البقاع وذك قبلها بعدها هدو مغالطات النساء خصهم يكونوا واعين بيهم فبعض المرات كيلتاجوا قلي كريم اللي كي قدروا يزيدو الطين بلا سيتعديغ كيكون عندها مشكي ديال الكلف كدير حميرا الآخر ودهاب آخر اللي كنا تكلمنا عليه داك اللي باقب بيجمانتاشون و باستانفلاماتوه كيوالي وكتولي جلده حساسا كيوالي يعني باش نداويو هادي وهادي وعنده جوج ومشاكل دزاف ديال المشاكل وعاد ليك خام اللي كيستعملو في اللي كان ديرو في الكلف هما كريمات عامة كتكون شوية يعني بالنسبة لبشرة الحساسة كي بعض البشرة يقدروا منستحملوش تكون شوية مجادة مقشرة ديجا كتخدم على البشرة إلا كانت لابو ديجا إريتي حمراء ملتاه بار فما غديش تستحمل حتى حتى دواء لادواء ديال هادا لديال الكلف لديال هادا على كيف ما قلنا عشان رجوع الموضوع هو العلاج مزمن ولكن العلاج كعين تحسون كيكون العلاجات كتختلف يا إما كريمات موضعية كريمات اللي كي تدارو في الليل كيكونوا نكونسنتخي كنديرو معي في بليسة ديالتاش باكزامل كتكون عباس دي دوكينون واحد المادة اللي كتبولو كي هاداك لاسنتاز أو الإنتاج ديال داك الميل عنين كتوقف منها ودون كتفتح لبشرة كريمات أخرى اللي تتكون شوية الهدف ديالها مقشرة باش تحيد لنا شوية دك الطبقات اللي تكونوا داكنين على مستوى سطح الجلدة باكزامل هنا كنت تعملوا كريمات أباس ديال الاسد غريكوليك الاسد ساليسيليك الاغيتينول وكينين تقشير اللي كي تدارو في العيادة يعني في عيادات خاصة هنا يوجد لبيرين كي تدارو تاهمة أباس ديال الاسد غريكوليك الاسد ساليسيليك ويزعشة بزاف ديال الأحمد دونك بيانسور خاص تقشير كي تدار حساس متتابعة خاص يكون يعني كومينيكاسون حوار مع الطبيب ويكون من الأول لبخونوسيك طبيب يشرح شنو كاين بالضبط الموضوع يعني ما توقعش واحد نتيجة ديال شهر ولا 15 يوم ولا هذا يكون تكون عارفة لابخوسيدور شنو كاين وكل المريد بيانسو على حسب الإمكانيات ديال وكي اللي غايب غدوا موضعي عبر بيانسو بكريمات دوا أخر عبر يعني بلايبيل المقاشرين تنقدرون ديرو لي ميكرو نيدلين تاوما واحد الابعاء اللي تكون فادي ميكرو ايجوي يباري رقيقين بيانسور اوك دي بخودوي اللي تتحقنوا على مستوى الجلدى وتنقدرون خدموهم دونك خليوا بحالة اللي تيكون في كريمات كي تشربوا أكتر وكتكون نتيجة أحسن سوكتو بالنسبة للميالازمان اللي كتكون أعمق شوية كاين حتى دي دي كمبخيمي دوا عبر يعني بابر الفم بالنسبة للميالازمان العميقان كين كين حالات خاصة بالنسبة لليزر ولكن هنا كنمشي حالة بخاصة كين ناس اللي كي قدر يكون عندهم تجاوب مزيان مع الليزر ناس أخرين ما تيقدرش يكون عندهم تجاوب أو بالأحراط يقدر يكون أغغاسون داك أغتبارك الله عليك دكتورة سيهان بالمريدة أخي سايا جلدي اليوم تكلمنا معك على الموضوع جيل كلف كنكون سعيدة بك شكرا لك أنا أسعد شكرا مرحبا دائما وأبدا